موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان هذه الحلقة بعنوان كتير كتير مهم ماذا يواجه العابر إلى المسيح في هذه الأيام نسمع عن معجزات هائلة معجزات جميلة قوية جدا الله حي يتفاعل ويتعامل بشكل معجزة ولسيما مع العابرين عم نشوف أعداد بلا حدود صعب أنك حتى تعطي العدد الرقمي ولكن كل يوم عم نتلامس وعم نشوف أعداد كبيرة من أحبائنا المسلمين اللي بيرجعوا إلى يسوع المسيح أكيد في أسباب وأنه الله بحبهم محبة متساوية والله بيتعامل معهم بشكل عجيب ولكن السؤال يعني كيف يواجه العابر التحديات والظروف الصعبة ولسيما في عالم متغير سريعا ومتقلب ولسيما في وسط عالم ما زال في قيود اجتماعية قيود دينية وقيود سياسية اللي بتخلي الإنسان محدود نوعا ما في قراراته وفي اختياراته ولكن مع هذا الكم الهائل والحجم الكبير من العابرين الذين يأتون إلى يسوع المسيح فاضطرين أن نعمل هذه الحلقة لنساعد البعض لعله تكون إضاءة أو إلقاء الضوء على هذا الموضوع المهم أنه شو هي التحديات وإيه بواجه العابر وبنعمة الله نتكلم عن الحل والعلاج وبصلي أن هذه الحلقة تكون سبب بركة وتلمس ناس كثير من المشاهدين في هذه الحلقة ابقوا معي حتى أعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 أهلا أحبائنا ماذا يواجه العابر إلى المسيح يصرني أن مش عاوز أقول أستضيف لأنه هي صاحبة محل الأخت رشا نور هي كمان عابرة من خلفية إسلامية عبرت إلى المسيح وأيضا عندها خدمة مباركة وتعتبر أم للكثيرين في الخدمة والمساندة والمساعدة لأحبائنا اللي بيحتاجوا دايما إلى عناية خاصة أهلا وسهلا أخت رشا أهلا بيك يا أخي نزول نحن كتير فرحانين بعد غياب على فكرة مش طويل ولكن منحب نشوفك دايما نشكر الرب في وقته الرب بيكمل أكيد أخت رشا يعني أنا قلت العنوان كأخت عابرة لما بتسمع العنوان إيه أول فكرة أنا عاوز أعرف يعني اللي بمخك أنت حاليا إيه أول فكرة بتخطر في مخك في هاي اللحظة لما بتسمعي موضوع الحلقة التحديات اللي بيواجهها العابر بيواجهها مع أول مرة بيدخل فيها الكنيسة الكنيسة لكن مش الإيمان بالنسبة للتحديات اللي بيواجهها بعد ما بيعبر بيواجهها في الكنيسة وبيواجهها في البيت يعني بيبقى حياة العابر فيها اتجاهين فيهم تحديات الناس اللي هم مش معاه في نفس الإيمان اللي هو زي علته وزي أصدقائه وزي بلده لو كان هو عابر في بلده الأم حيلاقي أن كم التحديات اللي بيواجهها اللي هو عابر في بلد شرق أوسطية مثلا هتلاقي طبعا ده ضد الإيمان الإسلامي فبيتواجه بأنه هو بيتحل دمه وبيبقى عرضة أنه هو يكون يتقتل في أي لحظة ده غير أنه هم أهله في بعض الأحيان هم اللي بيبلغوا عنه أو أصحابه أو جرانه ودي تحديات خارجية أنا بسميها دي التحديات الخارجية لأنه دي خارج إطار المسيحي لأنه هو بينتقل من الإسلام إلى المسيحية فهو عما بينتقل إلى المسيح وبيبقى له علاقة بالمسيح المفروض أن المكان ده هو مكان بيسموه السيف زون اللي هو مكان الراحة الأمان لكن للأسف أنه هو بيواجه تحديات في مكان الأمان يعني ما بتبقاش التحديات الخارجية اللي هي جياله من الناس اللي هو لا يوافقوا الإيمان لكن بكمان من جوة الكنيسة ومن جوة جماعة المؤمنين للأسف لما كنت بتكلمنا إياك قبل دخول للستوديو عن خدمتك وعن الكم العابرين اللي بترعيهم طبعاً في الاجتماعات المتعددة سواء في شمال أمريكا أو في الشرق الأوسط ولكن ذهلت من نقطة مهمة أنه بتحكي أنت كرشا اللي أنا بفكرك يعني من أولها بلشتي قلت أنه أخذتك 14 سنة حتى تكوني رشا اللي بتستضيف واللي بتتعامل واللي بتتلمز واللي بتعلم فإذا أنت وجدت التحديات فأنا بحب دائماً أسأل الشخص أنت من ناحية شخصية إيه التحديات اللي وجدتها وممكن تشاركيني يمكن عن التحديات اللي بمر فيها العابر التحديات هي الشعور بالوحدة دي أول حاجة أول تحدي اللي؟ العلاقات اللي كانت حوالي وأنا مسلمة ابتدت أفكاري تتغير إحنا يعني ربنا بينور ذهننا مستنير عيون أزهرنا ربنا بيغير أفكارنا من جوة ليه؟ لأن الكتاب يقول أن أفكارنا مستأثرين كل فكري إلى طاعة المسيح فأنا أفكاري بتتوجه من واحدة عادية إنسانة طبيعية عادية مسلمة عايشة في مجتمع إسلامي لوحدة بتبتدي أن هي تتغير حياتها لكلمات الكتاب المقدس تتعاش بقى يعني الكلام اللي أنا بقى رأى في الكتاب المقدس ربنا بيبتدي أن هو يعمله يعني يفعله في حياتي فأعيشه فما بيحصل كده بيحصل شعور بالوحدة بيحصل انفصال ما بيني وما بين الناس القريبين مني مهما كانوا الناس القريبين مني قربهم بيحصل نوع من أنواع الانفصال والانفصال بيعمل نوع من الوحدة وللأسف إن الوحدة ده هي أي واحد عابر بيجري على الكنيسة بقى إنه على العيلة البديلة لكن مش بيلاقي الدنيا مفتوحة بالنسباله كيف كان يتوقع بزيزي توقعاته يعني أنت وأنت بتحكي أخت رشا تذكرت كلمات المسيح عندما قال جئت لا لألقي سلاما بل سيفا وفعلا السيف مرات في البيت الواحد مثل ما بقول ألد أعداء الإنسان أهل بيته وأنا شفت حالات كثيرة أنه حتى الأهل حاولوا يتخلصوا من الشخص اللي آمن بيسوع المسيح فبيحس بالرفض متروك بحس بالوحدة أنا زي محيك قلت أنه لدي علاقة كبيرة بكتير من العابرين ويعني ربنا باركني بناس يعني قدمت لهم رسالة المسيح وإبلوها وشفت التحديات اللي هما بيوجهوهم أنا شفت ناس شخص مثلا كانت أهله بيحطونه السم جوة الأكل أنا شفت ناس كانوا مقاعدين ابنهم فوق السطح في قلب قوضة وقفلين عليه علشان هو ترك الإسلام أنا شفت حاجات كثيرة في تحديات بتحصل العابر نتيجة عبوره وعايز أقول مهما كانت التحديات اللي بيوجهها خارجيا زي ما أنا قلت في الأول في حاجة اسمها خارجيا وداخليا الخارجيا اللي هي بيوجهها مثلا من مجتمع إسلامي من أهل مسلمين من أصدقاء مسلمين من ناس مختلفين عن الإيمان دي الحاجات الخارجية الحاجات الخارجية دي بتيجي معاها عن زي أنت لا تتخيل عاملة زي يعني أنا مفصلت عن عائلتي للأسف لأن أنا ما بقاش فيه حوار مشترك أنا كنت بيجي أتكلم مش لقي حوار مشترك من كتر ما أنا قاعد طول النهار والليل أعمال أقرأ في الكتاب المقدس فابتدت أفكاري نفسها تتغير ابتدت أهدافي تتغير ابتدت لغتي تتغير ابتدت الأمور اللي هي بيهتم بيها تختلف فما بيجي أتكلم ما حد ما لقيتش ما بقاش فيه حوار مشترك لكن في وسط ده بقى بيجي المسيح بمعيته يعني المسيح الذي لا يتركنا ولا ينسانا اللي هو بيجي بمحبته بيجي بلمساته اللي هي بتحسسنا أن إحنا مش لوحدنا إحنا مش متركين لا أتركك ولا أهملك كتاب المقدس بيقول عيني عليك فالرب لا يتركني ولا ينساني فبالتالي مهما كانت الصعابة الخارجية المعية مع المسيح هي كانت بتبقى الدواء للجروح دهية لكن أنا هقول حاجة بما أننا فتحنا التحديات الخارجية كتير من العابرين بيواجهوا مشكلة أنه هم عندهم مشاكل مع أهلهم أنا كان عندي مشاكل مع أهلي وممكن يكون أنا أعرف ناس أهلهم هم اللي بلغوا عنهم السلطات وكده لكن أنا عايزة أقول أن بلاش تسيب المرارة تدخل في قلبك لو أنت عابر وتعرضت المواقف زي كده وأعket Urmah أنا بصلي معاك دلوقتي أن ربنا يكسر روح المرارة من جواك ربنا يلمس قلبك دلوقتي لمس بالروح القدس الروح المعزي الروح اللي بيقدنا الروح اللي بيملانا الروح القدس يملاك النهاردة ويكسر من جواك كل روح مرارة لأن المرارة ده هي بتوقف العلاقة يعني بتبقى عاملة زي الرواسب بتعيق العلاقة ما بيننا تدفق العلاقة ما بيننا وما بين الله الغضب المختزن يعني غضب وغضب وغضب عم نخزن فيه جوانا مثل البركان الثائر بيغلي من جوه عم بيدور نفسه بقول لألا يطلع أصل لمرارة فيتنجس الجسد كله لأنه المرارة لها نتائج لابد أنه تظهر نتائجها طبعا مثل ما ذكرت طبعا الشخص العابر يعني كل ما هناك أنه اختبر المسيح والمسيح بشهادة كل الديانات والكون كله والعلماء والأعداء لا مثيلة له متفوق يعني ما رحش للإلحاد ولا راح لأي ديانات خرافية ولا يعني دأجل المسيح اللي هو قمة يعني الروعة قمة الروعة فبيعتبروه عدو في البيت خائن للوطن وخائن للدين تعرف الشيء اللي لمسته كمان من خلال معرفته كتير من العابرين يتهم أنه خائن للوطن بينما رجال الدين في وطنهم لما بتسمع خطبهم بتلاقيهم أنه خونا فعلا بكل معنى الكلمة أنا بتكلم لأنه احنا أجينا من عائلة وطنية لكن السؤال أنه أنا بشوف أغلب العابرين بحبوا بلادهم بحبوا وطنهم بيصلوا لعائلاتهم عم بيغفروا عم بيسامحوا عم بيصلوا من أجل الحكومات والرئاسات لا أعتقد أنه الدين عم بيخليهم أن يصلوا للرئيس ولا للسلطات ولا لكده إلا الشخص المؤمن المسيح رسالته محبة بالزبط فالمسيح لأن رسالته محبة المحبة بتغمر قلبي الأول حاجة بتعلمها أي عابر رسالة الصلاة الربانية الصلاة الربانية بتقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا أنا محتاج أن أنا أغفر وحقيقة بتقول أنه فعلا فيه عابرين كتير وإحنا كلنا بنصلي من أجل وطننا وأنا بصلي من أجل الشرق الأوسط كله مش وطني بس لا لا وبيحبوا وطنهم وإنه الأخطر والأصعب إنه لما يتهم الشخص اللي بحب وطنه خاين بينما الخوانة اللي بيستخدموا بتاجروا ببيعوا الدين هؤلاء المرغبين يعني بالنسبة للوطن يعني هو تركيبة الشرق الأوسط غريبة عجيبة يعني الـ DNA بتاعنا كله ملخبط بصراحة ولكن يعني الناس اللي بتحب ترفض والناس اللي بتكره تقبل يعني ويلن للقائلين للخير شر والشر خير للظلمة نور والنور ظلمة انقلبت المقيس والمعايير العابر هو شخص بحب عيلته وبحب بلده وبحب شعبه وبحب ناس وبالدليل إنه عم بيصلي بدموع وحرارة من أجل خلاص بلده بالضبط وبنصلي بحرارة وبنعد أما بيكون فيه مجموعات من العابرين وزي ما حيك قلت أنا عندي ناس كتيرة أنا بحاول إنه إحنا نعمل اجتماعات للعابرين ويبقى فيه أسرة للعابرين أما بنقعد نصلي لازم بنفتكر أهلينا وبنفتكر عائلتنا بالكامل وبنصلي من أجل بلدنا وبنحب بلدنا جدا ودايما بنصلي بالبركة إن هي تيجي على بلدنا ده اللي بيعلمه لكتاب المقدس مشكلة المجتمع إنه هو بيرفض كل ما هو غريب يعني مثلا السنة في مصر بيرفضوا الشيعة وبيرفضوا البهائيين وبيرفضوا المتنصرين ليه؟ لأنه هم مختلفين عنهم هم شايفين من دول الكفار لكن أنت بتتدخل فيه كيفية إيماني أنا بقعد ربنا إزاي؟ أنا عايزة أقول أنا وصلت لإله بيحبني بلا شروط وصلت الحتة وعود فيها الرب بيقول إذ لا دينونا الآن على الذين هم في المسيح يسوع أنا ما لقيتهاش الكلام ده هوت في الإسلام يعني أنا ما ليجد ما فيش دينونا علي لو أنا في المسيح يعني مش هقف أمام الديان العادل يدني لكن أنا في الإسلام في دينونا وما منكم إلا واردها ده أنا لازم أدخل النار غاز من عني واخد بالك ما فيش ما فيش ضمان بيقول لي إنك أنت مش هتوقفي قدام الديان لازم هتوقفي قدام الديان ويدين ويوزن حسناتك وسيئاتك فكل الأمور ده هي بتخليني أنا بضماني الأبدي ده هوت وبعلاقتي بالمسيح بتخليني عندي شفاء داخلي بتشفي ما بيبقاش عندي مرار أصلا أنا يعني نظرتي مش نظرة خارجية أنا دلوقتي حيطهدوني علشان الجسد لكن عايز أقولك إن أنا أنا ببص البعيد أنا ببص أنا لي مجد في السماء فأنا نظرتي مختلفة وده اللي أنا عايز أقوله للعابر يعني النهاردة لو أنت عابر جديد لو أنت لسه في بداية حياتك في الإيمان وحاسس أنك أنت عشان أخدت الموقف ده هوت ومشيت وراء المسيح أنك أنت حياتك اتقلبت رأسا على عقب أنا عايز أقول في أمجات سماوية والموضوع مش زي الإسلام لا أنتوا ليكم الحريات وليكم مش عارفة إيه لا ده الرب بيبتدي السماء من هنا على الأرض الرب بتحس بمعيته والإله اللي ما بيكلمش حد غير الأنبياء ده هوت المسيح بيكلمك وبيمشي معاك وبيقودك وده هو ضمانك وهو ده اللي هيفجر من جواك المحبة اللي هي بتنبع من نبع المحبة اللي هو الرب يسوع يملى حياتك ويغمر حياتك بإسمي يعني الرب يسوع قال أبغضوني بلا سبب العالم رايح يبغضكم ودائما لما نتكلم مع الجميع كل شخص بغرض النظر اللي بشاهدنا المسيح لم يعد بطريق مفروش بالورود وكلما اقترب مجيء الرب رح تشوف الاتهاضات أكتر ورح تشوف أنبياء كذبة ومسحاء كذبة ومعلمين كذبة ورح تشوف الحق بيتحور يعني شوفي إحنا للمشكلة المؤمنين بالشرق في اتهاد جسدي خلص معروف أنت غير مسيحي يعني أو صرت مسيحي في اتهاد عارفينه ولكن الغرب بيستخدموا الحرية نفس الحرية هي الاتهاد ضد المسحين مين اللي بيستفيد من هاي الحريات الأقليات التانية والديانات التانية وكله بيستخدم لأنه في المسيح ممنوع تكذب ممنوع تحلف ممنوع لازم تكون مواطن صالح لازم تكون أمين لازم تكون صادق لازم تكون وهو إلى آخره أنت تكلمت أن الشعور بالوحدة إيش كمان ممكن بمر في العابر في بالغربة شعور بالغربة أنه هو مش منتمي بيحس أنه هو غريب في وسط مجتمع جديد وده بقى ينقلنا لتحديات الداخلية اللي هي تحديات اللي بيواجهها العابر جوه الكنيسة أنه بيدخل جوه الكنيسة بيحس أنه هو عامل زي ما يكون مثلا واحد صيني حطوه مثلا في جوه الشرق الأوسط وهو حاسس أنه هو الوحيد من نوعه ودايما أي واحد عابر بيحس كأنه هو أو الواحد عرف المسيح وأنا الوحيد اللي في الدنيا اللي غيرت من الإسلام للمسيحية إلى أن يفاجأ بكم رهيب من العابرين دلوقتي ويلاقي مجموعات كتيرة جدا وناس خدام أو زماء نشكر ربنا من أجلهم وناس بيدفعوا عن الإيمان المسيحي وبيعملوا دفاعيات وحاجات زي كده فوضعوا جوه الكنيسة إحساس بالغربة اللغة اللي بيسمحها مش متعود عليها لغته هو مختلفة عن لغة الكنيسة ودي بتفتح قدامي حاجة أننا نفسي أوجه رسالة للكنيسة والمجتمعات المسيحية بليز لو سمحتوا طولوا بالكم على العابرين أرجوكم إحنا ما بنعلم أولادنا بنمشي على سطر ونسيب سطر ما ينفعشوا طول النهار قاعدة انطقت في أولادي علشان أقول أنا بربيهم دايما شجعوا العابر أما بيعمل حياة كويسة لأن العابر داخل اللغة الكتاب المقدس مختلفة عن اللغة اللي هو متعود أنه هو يقرأ حاجات بيها أو أنه هو القرآن لغة مختلفة خالص عن لغة الكتاب المقدس فيه بعض المصطلحات في الكتاب المقدس هو مش فهمها خالص لسه ما زال عنده سلوكيات غريبة واخدها من الإسلام إلى المسيحية بتاخد وقت عبال ما هو يتغير فأنا نفسي أنه نحن نبتدي أنه نحن نصلي من أجلهم نطول بالنا عليهم نحبهم محبة زي أولادنا بالزبط بنحبهم حتى لو هم غلطانين بنحبهم وهم بيعملوا الغلط ونقومهم وما يقعوا نقومهم وهي دي المحبة الحقيقية ده الدرس ده مش درس وعز الوعز موجود على الإنترنت وموجود في كل حتة لكن الدروس العملية اللي كان بيعملها المسيح نفسه مع التلاميذ كنم حد بييجي يقع كان بيروح يطبطب عليه يقول له أنا عارف أنا عارف أنت عدد بإيه أنا عارف هو طبعا فيه خوف من النحيتين فيه خوف من المسيح بسبب الهيستري بسبب التاريخ اللي عاشوا في الشرق الأوسط من كبت ومن من ظلمة وكمان في كتير دول يستخدم الأمن حتى يتحر على إذا فيه ناس عبروا للمسيح فدائما عندهم المخاوف لا ده مش مش أكيد هو عابر ده يمكن جاي لمصلحة أو جاي لسبب أنا بتذكر أنا إلي بالخدمة خدمة الميديا مع عارف اللي بتعرف أنه أول برنامج في العالم حوالي أربعين سنة اللي في خدمة الميديا واليوم اللي أنا بشوفه غير عن البداية بس أنا بتذكر فيه صديق عابر رحنا على الكنيسة الأسيس أجا قال له خنزار دخيلك تعملناش مشاكل يعني دخوله حس كأنه رح يكون فيه مشكلة في داخل الكنيسة وأكيد أنت سمعت يعني قصص مثل هذه ولا اليوم الوضع اختلف الميديا تغيرت أغلب خدام الميديا هم من العابرين الكنايس مليانة عابرين في كل مكان في الشرق وفي الغرب يعني فالدنيا تغيرت شوي ولكن أنا معاك يعني فيه الإحساس بالغربة هذا مهم جدا أنه نعالجه بالكنيسة بالذات أنا قعدت سنين طويلة يقولوا هي دي مؤمنة والدي أمن دولة والدي مسلمة والدي يعني متشككين دايما في إيماني حتى وأنا مفيش أي مشاكل يعني مفيش حاجة بتثير الشك لكن دايما بيبقى متشككين في إيمان العابر للأسف وعلشان كده أنا يعني النقطة اللي أنا أعترتها قبل كده أن إحنا ما نيجي نتعامل مع العابرين نتعامل معهم كأنهم أولادنا مينفعش أن إحنا يبقى دول الدخلاء وإنتوا مش عارفة إيه وإحنا المسيحيين الأصليين أنا عايزة أقول كل الكنيسة أمم يعني كلها عبرين الحقيقة دول عبروا قبل دول بس لا لا والحق يقال حتى في إسرائيل في مش أقل من خمسين ألف يهودي عبر للمسيح يعني حتى في اللي من تسميهم يهود مثلا أو كده عبروا للمسيح في ناس عبرت للمسيح من الإلحاد من الهندوس من البودية من ديانات من هرطقات من بدع من من وفيه اللي عبروا كمان من الإسلام ولكن لأنه ببرامجنا احنا بنتعلم مع مجتمعنا اللي بيحكي اللغة العربية وفاهمين الكولشر العداد والتقاليد وكل هالأمور فإزاي نتعامل مع الشخص ميحسش إنه غريب في الكنيسة أولا لازم نكلمه بلغة أسهل يعني اللغات بتاعة اللغة المسيحية دايما اللغة المسيحية صعبة يعني إنك أنت تقوله ربنا يبركك وبجد بالأمانة وتحلفش وهو يجي يقولك والله يتقوله ما تقولش والله وكل ما يجي يتكلم كلمة تقوله لأ أنت ما تعملش لازم يبقى إحنا بنطول بالنا في التعليم في التعليم يعني زي ما قلت كده يبقى عندنا سطر بنمشي عليه ونسيب سطر ودايما المحبة لا تسقط أبدا يعني الدروس اللي أنا تعلمتها بالمحبة هي اللي سبتت فيها عايز أقول وأنا دخلت أول مرة الكنيسة ما فهمتش هما بيقولوا إيه يعني كانت بالنسبة لي اللغة زي ما يكون واحد دخل في درس لغة مختلفة تماما عن العربي كأن أنا مش يعني كلام يا دوبك اللي في النص مثلا وبعدين ألاقي كلمة مثلا تلاقي مثلا ملكوت السماء هي ملكوت السماء ده وبعدين ابن الإنسان بتشفهم مين ابن الإنسان تبرير الفداء تبرير الفداء بانوراما الدم كلمات مصطلحات صعبة جدا مش فاهمينها وإحنا مش فاهمين يعني ايه الكلام ده أنا مش فاهمين قعدة النموس أنا يعني فقط التركيز مع الكلمات ده هي كلمتها اللوية نفسها ما كنتش فاهم يعني ايه معناها سلاه اللي هي السكتة الموسيقية اللي موجودة في المزامية مش فاهم ايه دي فالعابر بيقف عنده نقط كتيرة جدا هو بيقرأ كتاب المقدس وهو جو الكنيسة بيسمع وعز وكده فهو بيبقى محتاج ان حد يكون بيتبنى حد يعني يقولك ده مثلا اخ لي او اب لي انا هحاول ان انا اشرح له بعد ما نقعد نسمع الوعزة ارجع تاني ابسطها له علشان يتعود يروح على الكنيسة لكن في نفس الوقت يبقى فيه لغة تفسيط للعابرين علشان انه هو يبقى فيه مرحلة انتقال ما بين الحياة من غير مصطلحات مسيحية الى ان تغير اللغة بتاعته لا هو بالحقيقة الموضوع هذا بيشمل الكل اخترشة محتاجين نشرح الكلمة اللي منعبر عنها اللي منحكيها فمرات كتير من السئل انه نطلق كلمات بدون الشرح وحتى متل ما ذكرت مش العابر حتى مسحيين كتير كتير مصطلحات ما بيعرفوها انا بسميها مصطلحات انجلية يعني هاي تستخدم دايما في الاوساط الانجلية كل طايفة لها مصطلحات يعني انا عندي اصدقاء من طواف تانية مرات بيستخدموا مصطلحات مش فاهمها ولكن تعودوا على هذه المصطلحات ولكن الكتاب بعلمنا انه نتعامل يعني زي بيبي عم بياكل الحليب يعني وشوي شوي يتعلم وينمو في المعرفة وفي النعمة امين نفسي كمان ان احنا بما ان احنا اتكلمنا على التحديات اللي بيواجهها العابر بعد عبوره يعني بعد عبوره انفصاله عن الاهل وعن المجتمع بيواجه يعني بيحلي جواه مخاوف وخصوصا ان بعض العابرين او فيه نسبة كبيرة اوي من العابرين بيكونوا بيسيبوا البلد بتاعتهم بيحاولوا انهم يلقوا لهم وطن تاني لان طبعا مش قادرين يعيشوا مسيحيتهم في بلدهم وكده فبيتواجه يعني بينشأ جواهم مخاوف المخاوف ده هيت بتكبر للأسف وانا شفت ناس من العابرين بيبقى المخاوف دي بتسيطر عليهم مخاوف بيبقوا قاعدين قلقانين طول الوقت بيجي لهم من كتر المشاكل الداخلية جوا الكنيسة والكلمات السلبية اللي هم دايما بيسمعوها بينحصروا في نفسهم ويبتدوا ان هم يستسلموا للإكتئاب انا نفسي ان العابر اللي بيوصل للنقطة ده هيت يفتكر محبة المسيح انا ما كنت بوصل لحتة ان انا ابقى بتعب فيها قوي قوي وانا بقى لي سنين في الرب مع المسيح بقى لي سنين جاء طويلة كنت برجع اقرأ سفر نشيل الانشاد وسفر نشيد الانشاد تأمل فيه ان هو بيكلم عن المسيح والكنيسة في يعني بما ان هو بيكلم عن العروس والعريس والمسيح هو عريس الكنيسة وهو تأمليا بالعلاقة العلاقة ده فبتدي كنت اقرأ وابتدي ان انا اكلم الله واقول له انا محتاجة ان انا ارجع للمحبة ده ارجع للحضن ده محتاجة ان انا ارجع للمسات الروح القدس تبقى بتشتعل جوايا عمل الروح القدس انا محتاجة ان انا حياتي تكون مختلفة ماكنش بتأثر من الظروف المحيطة بيا لكن انا بأؤثر في الظروف اللي بتحصل بغض النظر عن المتاعب والمصاعب لكن اكون مؤثرة فيك بك وبكلمتك وكون وقفة وسبتة على الصخر احنا كعابرين بنحس ان احنا مقطعين من شجرة انا كتير كنت بوصل للمشاعر ده ان احنا نبقى تطلعين من عائلات بتبقى عائلات عادة كبيرة وفيها تجمعات كتيرة وفيها انت عارف طبعا الشرق الاوسط فكوني ان انا انخلع من الجو ده وابقى الوحدي ده كان امر بيزعجني وكان بيقلمني وكان الرب بييجي بيطبطب علي بالروح القدس تلاقي لمسات الروح القدس كده تيجي تشفي تشفي الوحدة وتشفي الخوف والوعود اللي في كتاب المقدس تطلع وتبان المسلم جاي بخزين من الافكار المغلوطة عن الله الكتاب المقدس هو النقيد لهذه الافكار يعني الله ما بيكلمش حد الله بيكلمني وبيكلمني وبيكلمني وبيرشدني والله لا يتركني الله بيوديني النار ويدخلني النار لكن الله في الكتاب المقدس بيضمن لي أبديتي بتلاقي أن الأفكار دي بتبقى لها تأثير في حياة العابر وهو في خضام المشاكل فالحل أنه هو يبتدي يقرieder في كتاب المقدس لو أنت ما أريد لو أنت بتقرأ أول مرة في كتاب المقدس أو أنت قريت مية مرة في كتاب المقدس ومش فاهم قل له يا رب افتح عينية عشان أفهم وإصرارك في أنك أنت تقرأ في كتاب المقدس وإصرارك في أنك أنت تكمل إراية في كتاب المقدس هتلاقي الرب في محبته بيفتح عينيك وبيديك من الكتاب أمور فائقة للطبيعة يعني أمور تغير أمور تنزعك من مخاوفك من إحساسك بالوحدة وبحررك والتحرير طبعا وهيملك بأحشاء ما كان بقى الحزن والاكتئاب والمخاوف هتلاقي بقى أحشاء المسيح تنساكب بقى وتلاقي إننا اللي أنا أخايف منه هتطلع صلوات للناس اللي خايف بدل ما أنا عايز اللي يشيلني أبتجي أنا أشيل فهم قصدي؟ يعني أنا قعدت سنين قدام الرب بابكي سنين طويلة قدام الرب بعيد يا رب أنا محتاجة أسرة أنا محتاجة حد يحتضلني أنا محتاجة ملياش حد أنا مفيش حد بيهتم بي وإحنا ملناش عيلة وبعدين الرب حرارني إزاي؟ قال لي أنت تبقى العيلة أنت تبقى الأم أنت تبقى الحضن أنت أنت اللي هتطبطب على الناس وأنت اللي هتحتضلنيهم وسكى بجوايا أحشاء المسيح لدرجة أن الواحد الناس بتقولك البرايفسي يعني خصوصيتي بيعملوا حدود لبعض عشان خصوصية ربنا كسر الحدود هيت عندي درجة أن إحنا بيتنا مفتوح دايما لأي حد ييجي ليه؟ لأننا بدل ما أنا بدور وبعاية للرب رب بأحشاء المسيح اللي سكى بها جوايا وده اختباري يعني أكيد اتغيرت وده نفسي يكون اختبار كل واحد منحاصر في ذاته وبعيد عن الكنيز أكيد أخت رشا رح نأخذ فاصل وبعد إذنك بعد الفاصل ممكن نأخذ مكالمة طيب أحبائي يمكن اللي بيشاهدونا من أحبائنا المسلمين يمكن مش موافق مع هذا الكلام بس جرب يعني أعطي فرصة بدل من أنك توجه اتهمات أو شكايات أو أنت يمكن تعودت تسمع تعبيرات معينة وأنا يعني بالفيسبوك دايما بشوف نفس العبارات نفس الكلمات تتكرر وكأنه هو هذا الحد يعني اللي وصلنا له جرب أنك تتفهم الشخص التاني وليه ليه اسأل نفسك ليه مسلمين بأعداد احنا بنتكلم على أعداد يعني صعبة تحط عدد رقمي عم بيرجعوا للمسيح اسأل سؤال ليه وجرب أنك أنت تصلي وتبحث بنفسك ابقى معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلاً أحبائنا مشاهدين حديثنا في هذه الحلقة مع الأخت رشا نور ماذا يواجه العابر إلى المسيح وذكرت بعض الأمور بعد إذنك رشا رح أخد مكالمة الأخت سلوى من مصر أهلاً وسهلاً أخت سلوى أنت معاناً على الهوى أهلاً وسهلاً ربنا يبرككم هاي يا راشا أهلاً بيك يا سلوى ربنا يبرك خدمتكم حاوبتي وعندي اختبار كده يعني أحكيه باختصار على قد مقدر لأن هي قصة طويلة شوية لكن شفنا فيها مجد الرب وشفنا فيها عمل الرب الصالح مهما كنا سحروب والشيطان بيحاربنا وبيحاول يفقدنا الرجاء والأمل في المسيح لكن اللي مع الرب دايماً مسنود أنا كنت حامل في ابني الكبير وأما ولدته اتصدمت صدمة فضيعة في أول دقايق بيحط الولد على صدري لقيت الولد ما عندوش ما عندوش مش مخلوق لقيت الولد اتصدمت جداً وطلع عنده مشاكل تانية جوابقه وما عندوش سقف حلقه وما ينفعش يرضع رضع طبيعية وكان موضوع كبير جداً وصدمة قوية علي أنا يعني سبت كل حاجة في الحياة من أجل أن أنا أعيش حياة حرة مع الرب ودي كانت صدمة كبيرة وكانت حربة قوية من الشيطان أن أنت مسنودة على هوا لكن الرب وريني مجد وأخذنا أخذوا الولد مني وكانت نفسيتي وحشة لكن لقيت الدكتورة جاية بتحكي معايا أن أنا لازم أروح سين سكول مدرسة لقشارة علشان أبتدي أتعلم لغة الإشارة لأن الولد هيطلع ما بيسمعش وما بيتكلمش ولازم أفهم اللغة ديت علشان أقدر أتعامل معاه في المستقبل فكان الإيمان جوزي الحقيقة كان قوي جدا وقتها أقوى مني بكتير أنا كنت توقع جدا ولقيته بيتكلم معايا في منتهى القوة وبيقول لها ابني ده هيسمع وهيتكلم وهيسبح وهيصلي قالت له أنا حد مسيحي لكن الكتب الطبية بتختلف تماما مع الكلام اللي أنت بتقوله قال لها بس ربنا حي وابني ده هشوف فيه مجد ف حصل حاجتين أول حاجة أنا ما كنتش قادرة أصلي وما كنتش قادرة أعمل أي حاجة لكن بجيب الكتاب كده وبفتح مرة واحدة لقيت قدامي آية اللهم بأذننا قد سمعنا المناقشة القوية ما بين الدكتورة الجينات في المستشفى وما بين جوزي خلت الدكتورة تقول له أنا هجب لك hearing test في المستشفى بتاعت الأطفال اللي هنا فأسرع وقته ممكن عشان تلحقوا تروحوا وتتعلموا اللغة دي علشان الولد مش هيسمعكم الولد ما عندوش أي جهاز سمعي ما عندوش ولا حاجة مخلوق ما فوق عندوش ولا حاجة مدانه مقفولة يعني اللحم مقفول على راسه الحاجة التانية المناقشة دي قدت أن احنا جلنا معاد قريب جدا جدا رغم المستشفى دي ويت انجليست فيها كتير قوي جلنا معاد قريب قوي وروحنا وقتها في الكام يوم اللي قبل معاد المستشفى جرب بإيده المسلوبة الإيد مسلوبة مطرح مصمار في الإيد المصمار مدمم مصموبة مكان المصمار مدمم وطالع منه نور نور غير عادي والإيد منورة 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 ولا نور الشمس ويحط إيده على الولد وكانت يعني كأننا صحيين مش نايمين وييجي الإيد تحط على ودن الولد وودن الولد تفتح الإيد تفتح ودن الولد زي الورد ما بيفتح في الربيع تفتح مرة واحدة قدام عينية وييجي المعاد بعديها بشوية صلينا كتير وقت ما شفت الآية وشفت ده ابتدى يحصل جوايا سلام من تاني وكأن ربنا بيقول لي أنا معاكي وسندك ومقويكي وهوريكي مجدي طالما صقتي في واتبعتيني أنا مش هتيبك أبدا أنا ملك الملوك وكان في حوار ما بيني وبين الله وقتها رحنا المستشفى نيمنا الولد لأنه لسه ما كانش يكمل شهر نيمنا الولد ولقينا الخط بتاع السمع بيطلع وينزل بصينا البعض استغربنا جدا لكن كان فيه يعني كان فيه روح جوانا بتقول أنا حي أنا حي واللي معايا حي أنا إحنا ملناش موت فالجات الدكتورة بعد ما وريتنا ده قالت استغربت جدا وقعدت يعني يعني كانت مندهشة جدا وإحنا بكينا الحقيقة بكينا أنا وكوزي وقعدنا يعني يهلله يعني الرب صالح طلع الولد عنده نيرف عنده عصب عنده عصب كل الجهاز ميت لكن عنده عصب العصب ده ساعدنا في أنه يتركب عليه سماعة وبالفايبريشن ده يقدر يسمع دي كانت كان موضوع قوي جدا جدا في حياتنا اخت سالوة طب وهو دلوقتي بيسبح الرب الولد عنده كم سنة دلوقتي عنده 12 سنة بيسبح الرب وبيقف يصلي وبيزجد وبيشوف الرب برؤى العين بيشوفه رؤى العين ووقت الكورونا شاف الرب في رؤية قوية جدا كنا وقتها خايفين لأن عندنا حد تعبان وكنا خايفين الحد ده يتأثر بالكورونا ويروح مننا فشاف الرب وجي قال لي يسوع جي حط إيده على راسي وقال لي ما تخافش فهو كان خايف قوي وكان قلقان حد مننا يفقد حد من البيت لكن الولد يعني مبارك وما بين وقته التاني بيخش عمليات وبيطلع لكن بيبقى مش جوايا الوجع والتعب اللي اللي كان في الأول لإني أنا شفته أنا يعني شفت عرفت الرب في الأول وشفته في الولد الكبير ده ومن وقتها والولد أما بيقف يصلي فعلا فعلا ربنا بيبقى سمعه ويعني يعني يعني يكفيني قوي 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 إن هو ما عندوش ما عندوش مش مخلوق بحاجة لكن بيسبح وبيصلي وبيقف يتكلم مع الله وبيسجد وحقيقي ولد مبارك بمجد اسمك يا رب بمجد عملك يا رب وبشهد لعملك الصالح في حياتي وعايز أقول كمان إن حاجة من الحاجات المناقشة القوية والثقة اللي كانت موجودة في جوزي وقتها إن النيرفي ده يموت بعد ثلاث شهور يعني هي جابت المعاد علشان الولد مش مخلوق بودان علشان يسمع مش ما يسمعش فيه ولاد كتيرة بتبقى عندها ودان وعيال بتتولد بودان لكن الأهالي ما بيلحظوش عليهم عدم سمحهم غير بعد فوات الأوان لكن هو مخلوق من غير علشان يسمع ودي كانت حتة قوية جدا جدا في الاختبار آمين آمين شكرا كتير يا أخت سلوة فعلا ربنا يباركك أخت سلوة يعني الاختبار هذا اللي سمعناه إحنا ذكرت يعني بين الحديث إنه ليه كتير ناس عم تيجي للمسيح حي إحنا منتكلم عن شخص حي بيتواصل بيتفاعل يعني بهمه أمرنا وطبعا بالمناسبة بيحب أصلي من أجل كل الأمهات اللي بعانوا وعندهم أولاد وعن بتصلوا لهم ربنا يتدخل وربنا فعلا ثق في الرب خلي إيمانك قوي وإلهنا حي وبيسمع وبيستجيب الصلاة آمين وهي أجمل حاجة قالتها سلوة إن هي كانت قد ما هي كانت وقعة وكانت ما عندهاش إيمان لكن لما سمعت جوزة هو بيتكلم جريت على الكتاب المقدس أنا عايز أقول إن الكتاب المقدس ده مليان كنوز نعم الكتاب المقدس بيوصل لنا وعود الله لحياتنا بيوصل لنا الطريقة اللي إحنا نعيش بها حياتنا وهي ده اللي خلاها إن هي تمسك في الوعود بتاعة ربنا في الكتاب وتصلي وتمسك في الرب والرب لا يخزي منتظروه ربنا ما ينفعش إن إحنا نقض نصليله وبإيمان وثقة وهو يجي يخزينا الله لا يخزي منتظروه أبدا أكيد أكيد أختراشة يعني بعد ما أنت ذكرت إنه اللي العابر بعاني من الوحدة من الغربة فيه اتهامات كتير عليه بيصل لحنات متعددة بيصل في البعض بيصل للكآبة عايش بخوف عايش بقلق من خدمتك العملية أنت كيف تتعامل مع هؤلاء الناس هو حياة العابر عموما ما بتبقاش سهلة يعني موضوع الكآبة وموضوع المخاوف ده هي بتبقى بتترمي على العابرين بالتحديد لأن حياتهم دايما بتبقى صعبة لأن هما بيدخلوا في مواجهات مش بيدخل فيها المسيحي لأن المسيحي عايش في مجتمع هو معروف في أن هو مسيحي لكن هو بيدخل فيه مواجهات ده هي المواجهات ده هي يا إما ده خليه يصاب بالكآبة وزي ما قالت سلوة كده هوت في اختبارها أن أنا كنت وقعة وقلتش عايزة كنت كئيبة جدا كنت حزينة جدا من مونذر الولد وهو مولود أول ولد لها من الواضح أن هي بتقول ابني كبير أو بقى عنده تقريبا 11 سنة حاجة زي كده يعني المواجهات ده هيا تأم بتخليهم ينحصروا في ذاتهم ويكتائبوا ويبدأ أنه يحصلوا شفقة عن نفس يأم يترمي في الكتاب المقدس وأنه يتشدد ويتقوى يعني يبني عضلات روحية قوية في حياته الروحية عايز أقول اختبار أنا مريت به أنا أول ولد ليا أول طفل ليا مات بعد ولدته بوقته قليل كده وده جاب لي حالة من الكئابة الرهيبة لأن أهلي قالوا لي أنت عشان أنت سبتي الإسلام أنت ربنا انتقى منك لأنه هو المنتقم في الإسلام فأنا رحت بالكلام اللي هو قاله وأنا جواه حزن طبعا بسبب أن أنا فقدت ابن لكن قلت لهم أنا يعني قلت للرب أنا محتاجة أن أنت تشفيني من جوه وقلت الأهلي أنتو مش من حقوق أنك أنتو ترمع علي اتهامات ربنا ما اتهامنيش بيها فأنا انزويت جوه قطي وبتأت قرأة كتاب المقدس وقرأت لكتاب المقدس في الوقت ده أنا لن أنسيها لأن ده أكتر وقت أنا كان عندي حصيلة في الكتاب المقدس أنا كنت بقرأ كتاب المقدس كده وكنت بحفظه يعني مثلا أقرأ إصحح بعد ما أقرأ ممكن أسمعه لك ما أعرفش إزاي يعني ما تقوليش إزاي أنت بتعملي كده مش بحاول أن أنا أحفظ لكن أنا كنت عود أقرأ الإصحح وأرجع أقرأ تاني وقرأ تالت وحفظت أجزاء كبيرة جدا بكتاب المقدس بسبب الموقف اللي هتطفي ربنا في الوقت ده عزاني بتاعزيات غير عادية وفي نفس الوقت كمان أنا كان فيه واحدة صحبتي برضو كانت حامل في نفس الوقت ده وبردو فقدت ابنها فكنت بركيا السادة دي كانت مسلمة دخلت في دور من الاكتئاب الشديد وقعدت تتعالج وكانت عندها حالة يعني أنا طبعا كنت بروح أزورها علشان أطبطب عليها وأعزيها بحاول أن أنا أعزيها يعني بأي تعزيها ربنا يديها يعني كلمة أوصل هلا لكن أنا إلهي حي يقدر أنه هو يعزيني أكيد رح أخد كمان مكالمة معنا الأخت هوب من الصومال أهلا وسهلا أخت هوب أنت معانا على الهوى أهلا وسهلا أخت هوب أوكي تسمعوني نعم تفضل أخت هوب يا أهلا فيكم تفضل أخت هوب أنت معانا على الهوى يا أشكركم أنا لو أحكي عن كيف جيت للرب إيد الرب لمستني وأنا في وسط السعودية في حلم وأخذ معايا وقت عشان الرب يفهمني ويجيبني لي يعني لحد ما آمنت أول شيء اختنعت بعقليا بعدين وراني أنه إله فوق العقل يعني ف جيت لرب من 18 سنة وأشكر الرب فمرات بنفكر أنه الطريق سهل هو طريق مفروش بورود لكن فعلا بقول أنه إحنا لما نيجي للرب على قد ما عندنا محبة الرب ومتمتعين به برضو إحنا نجرب بالموت معه يعني قصدي موت معه إحنا موتنا من العالم والقطية وكل هذه الأشياء أنا عايزة أقول ما عايزة أطول معاناة اللي تيجي بعد ما نقبل المسيحية بتيجي معاناة كتيرة معاناة ناحية اجتماعية ناحية عاطفية ناحية ماديا بتيجي معانا ناحية روحية يعني مثلا إحنا اجتماعيا بنيجي من وسط عائلات كبيرة معروفين في بلدنا وسط مجتمعنا فلما إحنا نيجي للمسيح بننفصل تماما عن هذا الشيء فملجأ الوحيد اللي لنا هي كنيسة فلما نيجي للكنيسة أنا بنسبة لي أنا عانيت رجكشن يعني رفض كامل أنا ما حسيت أنه أنا منتمية حسيت أنه أنا ضيفة في ملكوت الله مع أنه أنا ابنة واختة فالناس بتنظر لك إنت لما تطلع من أهلك ووسط ناسك وكلهم يرفضوك وإنت واقف أمام ناس وتتحدى فيهم يعني عاطفيا بيتأثر أنا إذا قلت لك أولادي كبروا وبيتنا ما حد ضد عليه يعني حتى مرة أنه باستر ما كلف نفسه يقول أجي معينه بيزور الناس التاني تخيل بقى أولاد يكبروا بشكل ده دم عناء الواحد يعاني فيها ويتأثر نفسيا عايز أسألك على حاجة يا أخت هوب آية أنت عانيت المعاناة ده هيت لكن هل الرب كان بيسيبك في الأوقات دي بالعكس يعني في يعني كل ما معاناة كتر كل ما المجد يكتر يعني كل ما حضور الرب وإعلانات الرب وتطبات الرب بتكتر وبتكون صورة واضحة يعني فعلا الآية بتقول المجد بييجي مع معاناة هي حقيقة بس أنا بقول الكلام ده إنه كنيسة تنتبه تنتبه تكون زي موسى أمين أمين أخت هوب يعني إن شاء الله بتمنى من كل قلبي إنك تكون معانا في حلقات قادمة حتى لأنه عندي شوية أسئلة ولكن الوقت أزف هيك سريع أخترشة معاك دقيقة أو نص يعني عشان تربط الموضوع إزاي أو كيف نواجه هذه التحديات اللي بمر فيها العابر أول حاجة أول حاجة إحنا محتاجين ككنيسة إنه عندنا وعي إزاي نتعامل مع العابرين الجدد وإزاي نحتضنهم وإزاي نوصلهم رسالة المسيح من غير إيدانا بدل ما نتكلم على الانتقاد نبتدي إنه نبني فيهم إزاي إنه هو يكون صورة المسيح تاني حاجة أنا بصلي إن كل عابر ما يتخلاش عن وقت الخلوة اللي هو وقت الصلاة والقعدة مع كتاب المقدس والتسبيح وإن أنا أسيب ربنا يكلمني الصلاة مش إن أنا قعد أتكلم 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 وأقول أمين وأمشي لكن أسيب وقت ربنا يكلمني تالت حاجة أنا نفسي إن أنا أوجيها رسالة صغيرة أنا بوجيها رسالة آه إحنا بنسيب أهلنا آه إحنا بنمشي في طريق داي آه إحنا بنترك لكن إحنا بنترك لإله حقيقي إلا لو أنا إلهي اللي أنا بعبوده ده ده مش إله حقيقي أنا ليه أعاني كل المعاناة ده هي أنا كنت قاعدة مع أهلي وكنت قاعدة في بيتي ومعززة مكرمة لكن أنا بدبع إله حي علشان كده أنا نفسي إن إحنا نصلي من أجل إخواتنا المسلمين ولو في أي أحد مسلم أي واحد مسلم لو واحدة مسلمة حضرة معنا النهاردة الاجتماع أو الوقت بتاعنا أو البرنامج أنا نفسي إن إحنا آه قولي معايا يا رب يسوع اقبل قلبي يا رب غير حياتي رب أنا بقبلك في قلبي اظهر لي ذاتك من فعل آمين آسف يا أختراشة إن الوقت هيك مضى بسرعة ولكن إلنا لقاءات أخرى على نفس الموضوع بنعمة الرب ولكن عاوز أشجع كل المشاهدين إلى هنا حي ما بيترك أي إنسان خلي عينيك على يسوع يمكن البشر يخذلوك يمكن أنت كان عندك توقعات والتوقعات راحت ولكن التجئ ليسوع هو الوحيد اللي مش رح يتركك ولا رايح يخذلك أنا بصلي من كل قلبي أنه حتى لو هيك قلت له يا رب تعال إلى حياتي بتمنى أنه أسمع منك الرب يباركك وبصلي أنه فعلا فعلا أنه يعني الرسالة تكون وصلت وكمان المؤمنين شجعوا شجعوا صغار النفوس ربنا إباركم ربنا إباركم شكرا